لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا مرحب بيكم عزامة مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 14 ومازلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا الوهابية تحجر على المسلمين شفنا في الحلقة اللي فاتت سؤال من مسلم بيسأل الشيخ ابن بيز إن مسلم سأله أين الله لما كان الرد إنه في السماء قاله ما معنى وسع كرسي السماء والأرض وإنه لما انحدد المكان يبقى حددنا الجهة معينة وطبعا السؤال ده لمسلم أشعري والأشعر عندهم لا يصح السؤال أين الله ولا يجوز الجواب إنه في السماء لأنهم لو أثبتوا لله المكان هيثبتوا لي الجهة والعكس صحيح في حلقة النهاردة هنشوف رد الشيخ ابن بيز على كلام الأشعر اللي نقلناه لحضراتكم سواء فيديوهات أو اللي نقلناه من كتب العقيدة عند الأشعر في الحلقة اللي فاتت نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي وقبل ما نشرح كلام الشيخ ابن بيز ونرد عليه أنا عاوز الأول أرد على كلمة غريبة جدا في الفيديو اللي سمعته حضراتكم وهي بعض المتكلمين يعني الشيخ ابن بيز بيقول إن بعض المتكلمين وطبعا ممكن يكون قصد بعض المتكلمين ممكن يكونوا 2, 3, 10 هما اللي بينفوا له والله ويقولوا لا يصح السؤال عن الله بأينا ويقولوا إن الله مش في السماء وهنا لازم نصحح المعلومة دي اللي سمعها عوامل وهابية من الشيخ ابن بيز ونقول إن دي هي عقيدة الأغلبية العظمى من المسلمين ده مش كلام بعض المتكلمين يا عوامل وهابية زي ما بيقول الشيخ ابن بيز ده مسحب غالبية المسلمين إن لم يكن كل المسلمين وده مش كلامي أنا ده كلام شيخ أكبر مؤسسة ديناه في العالم الإسلامي العربي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب وشوفوا معايا الفيديو اللي جاية أقول ليه وإنما تبين من الواقع ومن الدراسة أيضا أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوبة مذهب معين أو مذهب معينة دول مش بعض المتكلمين أو بعض المبتدعة زي ما قال لكم الشيخ ابن بيز دول جمهور المسلمين اللي تقبلوا هذا المذهب وجمهور المسلمين يعني الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية والمسحب ده مش مسحب جديد زي مسحب الوهابي ده مسحب يقود المسلمين لفترة طويلة وأنا اتكلمت في الحلقات قبل كده عن النقطة دي لكن بسبب كلام الشيخ ابن بيز ومحاولة تضليله لعوامل وهابية وكلامه اللي بيفهم منه أي حد بيسمعه أن كل المسلمين مبتدعة ومتكلمين وتدليس الشيخ ابن بيز لما يقول بعض المبتدعة والمتكلمين حبيت أنه أنا أوضح النقطة دي بشكل سريع ونشوف الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب هو بيوضح أن الأغلبية الكبرى من الدول الإسلامية بتؤمن بالمسحب اللي عقدته قائمة على أن الله مش في جهة سواء كان مخلوقة أو سفة ذاتية لله ونشوف مع بعض المسحب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود ومسحب قادة المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية ممكن أي حد من المستمعين كرام يقول أن الشيخ الأصهر أشعر بيبالغ عشان كده هنشوف الدكتور طارق السويدان وهو بيشرح أو بيقول أن العقيدة اللي قال عنها الشيخ ابن باز أنها عقيدة بعض المتكلمين وبعض المبتدعة أنها عقيدة 95% من المسلمين ومش كده وبس لا ده الدكتور طارق السويدان هيقول أن السلفية مسحب غير منهجي هدفه هو تفريق المسلمين والحجر عليهم أو على كل من يخالفه والحكم عليه بالانحراف لمجرد إسارة الفتنة قبل أن نشوف الفيديو أفكركم أن الدكتور طارق السويدان سلفي وهابي ونحط ميد خط تحت كلمة سلفي وهابي وهو هيقولها بكل وضوح في الفيديو وهيأكد أن عقدته أعقيدة أهل الحديث ونشوف مع حضرتكم كلام الدكتور السلفي الوهابي طارق السويدان في الفيديو اللي جاء نشوف مع بعض إلا إذا إلا إذا اعتبرت أن السلفية هي فرقة من فرق الأمة واعتبرت كل الباقي ضالين وهذا الذي جاعد يحدث أنه أهل الحديث هؤلاء هم أهل الحق وزي ما شفتوا حضرتكم أن الدكتور طارق السويدان بيقول أن السلفية واللي هي الوهابية برضو أن الفرقة الوهابية بتعتبر كل بقية المسلمين ضلين أو مبتدع أو متكلمين زي ما قال الشيخ ابن بيز وهو بيحاول يضل العوام الوهابية المساكين اللي بيسوقوا في الشيوخهم وعلماءهم اللي بيسموهم بن كسينة وعلماء الصحوة وكلمة الصحوة دي تعتبر أصلا شتيمة يعني كأن المسلمين نايمين أو متخدرين لمدة 1200 سنة والشيخ الوهابية رحوا جموا كده ورشوا مية برضا على المسلمين فالمسلمين فاقوا وعرفوا أنهم كانوا على الباطل وكانوا كفار ففاقوا بقوا مسلمين على إيد الشيخ الوهابية اللي بيعتبروا نفسهم أنهم على الحق وبس والباقي على الباطل كل المسلمين اللي هم الأشعرة على الباطل وفرقة صغيرة جدا اتولدت قبل متين سنة هم أهل الحق ونكمل كلام السلف الوهابي الدكتور طريق السويدان ونشوف الفجر اللي قريب والأشاعرة والموتوريدية على فكرة أنا لست أشعري ولا موتوريدية أنا من أهل الحديث يعني في العقيدة أنا عقيدة عقيدة أهل الحديث لكني أرفض أن أعتبر الأشاعرة والموتوريدية هؤلاء من حرفين وخارجين ابن تيمي أعتبرهم من أهل السنة وزي ما شفت حضرتكم أن الدكتور طريق السويدان كان منصف جدا والحقيقة برنامج النقل أم العقل بيوجه التحية للدكتور طريق السويدان على مصدقيته وهو بيقول أنه سلفي وهابي على عقيدة أهل الحديث لكنه بيرفض أنه يعتبر الأشاعرة والموتوريدية منحرفين وخارجين عن السنة أو زي ما قال الشيخ ابن بيز بعض المبتدع وبعض المتكلمين وزي ما بيقول الدكتور طريق السويدان أن إذا ابن تيمي أب قلت أدروا أعتبر الأشاعرة والموتوريدية من أهل السنة ونشوف مع بعض الكلام الخطير اللي هيقوله السلفي الوهابي الدكتور طريق السويدان في الفيديو اللي جاي يا أخي الأمة تفرقت الآن يأتوننا هؤلاء يريدون يفرقون أهل السنة طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعر الموتوريدية 95%؟ 95% نعم أنا سويت إحصائية أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام ووضع الحالي في المسلمين وزي ما شفت حضراتكم أن الوهابي السلفي المنصف الدكتور طريق السويدان يؤكد أن مسهب 95% من المسلمين هو مسهب الأشعاري والماتوريدي وأن هذه النسبة تعتبر الغالبية العظمة وده بيأكد كلام شيخ الأزهر ويواصل الدكتور طريق السويدان ويقول أن السلفية الوهابية هدفها الحقيقي هو تفريق كلمة المسلمين وإصارة الفتنة بين المسلمين ونشوف مع بعض طريق السويدان وهو بيأكد الكلام ده أكتر في الفيديو اللي جاي أهل الحديث هم فرقة صغيرة من أهل السنة أنتوا الحين بتفرقون أهل السنة بعد وتقولون هذا هو حق والباجين باطل لا يبقى أنا عندي بالنسبة لي أهل السنة هؤلاء كلهم على الحق طيب واختلاف وجهات النظر هذه لا تفسد للودة قضية نعم نختلف أقول أخطأ أقول كذا بس ما أقول هذا الحراف طيب أنا بالنسبة لهذا الذي يزعجني أهل الحديث اللي هما السلفية فرقة صغيرة هدفها الحقيقي هو التفريق بين أهل السنة الحقيقيين اللي هما أهل الحديث والأشاعراء والماتوردية اللي هما غالبات المسلمين 95% اللي مسهبهم هو المسهب السائد والمتبع ومسهب أهل الحق أهل الحديث السلفية الوحيبية بيقسموا كل المسلمين إلى فريقين فريق في الجنة طبعا اللي على مسهبهم وفريق في السعير اللي على مسهب الغالبية العظمى من المسلمين بسبب اختلاف في وكهات النظر وحسب كلام السلف الوهابي المنصف الدكتور طرق السودان هذا الاختلاف ممكن يكون خطأ لا يفسد للود قضية يعني ممكن المسلمين يختلفوا مع بعض في حاجات كتير أو أليلة لكن مازال المسلمين بل زي ما بيقولوا الوهابي السلفية للي خالفهم انتوا على انحرافوا خارجين من السنة أو مبتدعة أو متكلمين ده اسلوب الهدف منه هو تفريق المسلمين والحجر عليهم وده اللي هيأكده الدكتور طرق السودان في آخر مقطع هنشوفوا مع حضرتكم في الفيديو اللي جاءت فالسلفية اليوم هي ليست سلفية منهج السلفية اليوم هي طريقة للحجر على الآخرين السلفية اليوم هي فرقة تريد أن تفرق أهل السنة وانا أرفض تفريق أهل السنة بفريق أهل السنة أنت برضو بتكرر نفس الخطأ وبتقول للسلفية الوهابية بنكسين كده السلفية اليوم هي ليست سلفية منهج يعني أنت بتقول للسلفية الوهابية أنتو خارجين من السلفية ودي ملحوظة يعني لك يا دكتور طرق السويدان واختلافنا معك لا يفسد للودقة دي وممكن يكون قصد الدكتور طرق السويدان أن السلفية اليوم ليست سلفية منهج قائم على السنة يعني من الآخر الوهابية قاموا بشخصانة السنة أو السلفية وعملوا منها وسيلة للحكم على المخالفين اللي هم بالانحراف وبدال ما يتسع صدر السلفية الوهابية للخلاف عملوا من الخلاف وسيلة للحجر على الآخرين وأنا عاوز أقول لحضرتكم معلومة سريعة أن الحجر إسلاميا يعني على السفيه والمجنون تحجر عليه يعني فهل الدكتور السويدان أصدر أن الوهابية بيعتبرون كل المسلمين سفهاء ولا مجنين ولا الاتنين يعني نصر المسلمين سفهاء والنصر الثاني مجنين عشان كده بقول الوهابية أوصياء على المسلمين ده سؤال أنا بسيبه معيكم وتابعوني الحلقة الجاية ونواصل مع بعض معركة أين الله والتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكرد بعقل أنت من أقمل بعقل وأن يرد بعقل وأن ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسلم